تطبيقات الأجهزة الذكية نموه خلال العام الماضي حيث وصل عدد مرات تنزيل التطبيقات عبر المتاجر الإلكترونية إلى مستوى قياسي جديد مع وصول إجمالي ما دفعه المستخدمون مقابل تنزيل التطبيقات سواء عبر أب ستور أو جوجل بلاي ووصل إلى 135 مليار دولار خلال عام 2021 فيما زاد عدد مرات تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الحالي أو عفوا الماضي بمقدار عشرة مليارات مرة ليصل الإجمالي إلى نحو 140 مليار مرة للنقاش حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن المطرف أهلا بك دكتور عبد الرحمن معنا في نشرة النهار أهلا وسهلا بداية نريد أن نعرف ما هي العوامل التي تساعد في نمو سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة أولا بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة العالمين شكرا صدافتي وأرجو أن أقدم المفيد لمتابع هذا البرنامج الجميل في هذا القناة الحبيبة والعزي على قلوبنا عالم التطبيقات عالم جميل وعالم مغري للحديث حوله وأيضا ذو شجون الخبر ليس بمستغرب لمتابع الحالة السوقية لعالم التقنية لا سيما في عالم التحول الرقمي وانتقال الناس شبه الكل بل في مواضع معينه الكلي على التقنية لذلك الآن الاعتمار على التطبيقات والتسارع فيها ودعمها وشراها وتحميلها على الأجهزة وأيضا البحث عن المستجد منها والمنافس للتطبيقات الحالية يجعل السوق رائجة ويجعلها واعدة ويجعل الآتي أيضا مبشر وواعد بخير في حال ما أخذنا هذا الموضوع بجدية تامة واستثمرنا في استثمار جاد أنا لا أستغرب الرقم وأتوقع الأضعاف خلال السنوات القليلة القادمة بإذن الله تعالى ما هي التطبيقات فئة التطبيقات الأكثر رواجا والأكثر بذلك فوزا بين التطبيقات المئات التطبيقات أو آلاف ينبغي أن نقول ما يلي هناك أحيانا ثمن مدفوع بشكل مباشر بقيمة التطبيق وهناك أثمان غير مدفوعة أو مدفوعة بشكل غير مباشر فلا يعني أن التطبيق مجاني في شكله أنه فعلا مجاني اليوم أكثر أو أشهر تطبيقات تحميل علاجتنا هي وسائل التواصل الاجتماعي ناهيك عن التطبيقات الخاصة بالخدمات العامة أو حتى الخدمات الخاصة سواء الحكومية أو قطع خاص إذا قلنا الدفع المباشر كانت تشتري برنامج متخصص مثلا في تسوق تسوق فالغالب هذه تطبيقات مجانية لكن الدفع يكون من خلال التطبيق عند الشراء وعند القيام بعمليات معينة طيب تطبيق مثلا تطبيق للكتب تطبيق المتاجر الإلكترونية بالجومة سواء الكتب أو الكتب في الغالب قيمة المنتج الذي هو داخل هذه المنصة هو القيمة المدفوعة لكن لو افترضنا مثلا وسائل التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك أو واتساب وغيرها هذه مجانية فيما يظهر لنا تطبيقات جوجل في معظمها مجانية فيما يظهر لنا لكن حيقة الأمر الاستثمار ليس في المبلغ المدفوء لقيمة البرنامج بل فيما هو ما وراء ذلك كمية البيانات الضخمة التي تم تجميعها من المستخدمين مثلي مثل المتابعين ومثل حضرتك يعني مثلا استخدم الواتساب أو أي موقع بس ضريبة ذلك أني ما أتفع فلوس بس بياناتي عندهم إذن أنت السلعة أو أنا السلعة كمستقدم وهذا لا ينبغي أن يمر على المتابع ومشاهد يمر على الكرام إذا لم تدفع قيمة مادية لتطبيق اعلم أنك أنت القيمة الحقية التي يتم المتاجرة بها وقص لك بياناتك الخاصة هل التطبيقات التي تكون فيها بيانات الناس هي القيمة أكثر رواجا؟ ولا شك في ذلك الآن أكبر أو كبرى شركات العالم اقتصاديا هي التقنية مايكروسوفت، جوجل، أبل وقص عليها بقية الشركات الأخرى يعني قبل عقدين من الزمن ما كان لشركات تقنية وجود في سلم الشركات التي تزعم أو تدير العالم اقتصاديا؟ خلال العقدين الماضيات، العقد الأخير أصبحت أبل، مايكروسوفت، جوجل هي التي تتصدر المشهد وهي التي تدير المشهد الاقتصادي بل أغنية 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 العالم اليوم هم من طبقات أو شريحة التقنية المتخصين في التقنية خصوصية المستخدم، يعني ما هو دورها في كل هذا؟ هو المستهدف، هو السلع القادم المستقبل، هو النفط الذي ينقب عنه الآن مع إثارة الموضوع عالميا وكذلك انتهاك حقوق المستخدمين في بعض المواقع والتطبيقات هل ستؤثر هذه الدعوات أو هذه الخطوات التي تقوم بها بعض الدول أو بعض المنظمات؟ بين الخصوصية التامة وبين استخدام التقنية ينبغي أن نفرق بين ماذا يريد صاحب التطبيق منك وماذا تريد من صاحب التطبيق تطبيق خاص ببيع السلع، الاتفاق باضح بينك وبينه أن تحمل التطبيق مقابل شراء وبيع منتج معين أما الخدمات العامة بالذات في برامج السوشال ميديا أنت الآن مستهدف في بياناتك الخاصة يعني اعرف ما الذي تقدم هذا أمر، الأمر الثاني الرقم الذي قرأناه قبل قليل بخصوص ارتفاع أسهم وقيم التطبيقات على مستوى العالم 130 مليار هذا مؤشر مبشر للعالم كله لكن ما هو واقع سوقنا العربي في هذا السوق هل لن ندخل بهذا الرقم؟ دعني أعطيك رقم قد تكون موجعة نوعا ما للمختصين ومهتمين لكن ها أيضا نشارك الهموم نسبة العربي على مستوى الإنترنت لا يتجاوز 1.2% رقم يعني مزعج مؤلم لكن نقول لعل هذا الرقم البسيط يكون دافع وحافظ لنا أن نكون فيما بقي من المئة بالمئة قرابة 99 إلا قليل أن يكون دافعنا ومحفز لكل مستثمر لكل صانع محتوى أن يقدم محتوى يرتقي فيه وينافس فيه لماذا النسبة ضئيلة دكتور؟ أعتقد الاستثمار في هذا الجانب لا يزال بعيد كل البعد عن التوجه الصحيح كيف نستطيع بشكل سريع كيف نستطيع الوصول لمرحلة أن نستثمر في هذا المجال؟ ينبغي أن يكون هناك مبادرات على مستوى الدولة مبادرات على مستوى القطاع الكبير فيما يخصد القطاع العام قطاع الخاص يكون لدور وأيضا صناع المحتوى يبتعدون قليل عن صناعة المحتوى الذي لا قيمته ولا وزنه ويقدمه محتوى إيجابي ما هي الجهة الأقرب التي من الممكن أن تقدم قدمات في البداية ليستطيع الشخص الاستثمار؟ كل جهة تمتلك نفاذ أو وصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين ومقيمين هي جهة مسؤولة التعليم مسؤول سدايا مسؤولة كل جهة من الجهة التي عندها صحة الوصول للناس ينبغي أن تقدم نمال وتطبيقات ترفع قيمة الاقتصاد الرقمي وأيضا تساهم في رؤية 2030 فيما يخص دعم التحول الرقمي بشكل إيجابي وشكل فعال أستاذ تقنية المعلومات بجمعة الملك السعود الدكتور عبد الرحمن مطرف شكرا لحضورك ولمشاركة معنا العافية ترجمة نانسي قنقر